موسيقى أهلا بكم في نشرة العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عنوينها نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو سيد سعد بن طارق يودع سفير قبرص السلطنة وأستراليا تبحثان التعاون في مجال الأمن الغذائي والاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية موسيقى أحكام بالسجن تصل إلى ثلاثة وعشرين عاما وبغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال في قضايا مشروع العطريات موسيقى السلطة الفلسطينية تستبعد أي تمديد لمفاوضات السلام مع الإسرائيليين والشهيد فلسطيني في قصف لصواريخ الاحتلال على منزله موسيقى موسيقى تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس راولا كاسترو روزو رئيس مجلسي الدولة والوزراء بجمهورية كوبا وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده ضمنها شكره لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته له وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد بمكتب سموه سعادة سفير الدكتور ميخاليس زهيرو قيلو سفير جمهورية قبرص المعتمد لدى السلطنة وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهم عمله سفيرا لبلاده لدى السلطنة وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهل له أداء مهمه وعن تمنيته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة وأعرب صاحب السمو وسيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي قام بها لخدمة العلاقات الطيبة بين السلطنة وجمهورية قبرص وعن أصدق التمنيات له بالتوفيق في عمله المستقبلي ولشعب قبرص الصديق كل التقدم والازدهار مجالات التعاون في الأمن الغذائي كانت محور جلسة مباحثات بمسقط بين معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية مع معالي بيتر والش وزير الزراعة والأمن الغذائي بولاية فيكتوريا الأسترالية كما ركزت المباحثات العمانية الأسترالية على سبل تطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية تطوير التعاون في مجال الأمن الغذائي وتطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية أبرز مباحثات معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية مع معالي بيتر والش وزير الزراعة والأمن الغذائي بولاية فيكتوريا الأسترالية الذي يزور السلطنة هناك فرص واعدة كثيرة خصوصا في مجال الألبان وفي اللحوم الحمراء وفي إدارة المشروعات المتوسطة الصغيرة وكذلك أيضا في مجال إدارة منظومات الري في المزارع وهناك أيضا كميات كبيرة من الأغنام التي تستورد من أستراليا وتغذي فيها السوق المحلية استعرضنا كل المقاومات الموجودة في السلطنة الخطط والبرامج والاستراتيجيات وفرص الاستثمار الواعدة الموجودة الزيارة فتحت آفاقا أوسع لتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات ووجهات النظر بالإضافة إلى تطوير التعاون البناء بين السلطنة وأستراليا في المجالات الزراعية والسمكية والاستفادة من الخبرات الأسترالية في مجال الزراع والثروة السمكية تربطنا مع السلطنة علاقات تاريخية خصوصا في مجال الثروة الحيوانية الأسترالية وهي تجارة رائدة هنا في الأسواق العمانية ونحن نسعى لتطوير هذه العلاقة من خلال ما نقوم به من بحوث علمية تستهدف تطوير منتجاتنا فالأسواق العمانية بالنسبة لنا ركيزة أساسية ويهمنا أن تبقى علاقتنا مستمرة وتشكل مثل هذه اللقاءات أهمية كبيرة بين السلطنة وأستراليا ودورها في نقل الخبرات والمعارف خاصة فيما يتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتي هي أساس جلسة المباحثات وعلى هامش جلسة المباحثات العمانية الإسرالية أكد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية لإداعة وتلفزيون سلطنة عمان أن الاستراتيجية الزراعية في السلطنة قطعت شوطا مهما في إجراءات الإعداد لها استراتيجية ماضية بشكل طيب انتهينا طبعا من التعداد الزراعي الثالث ونتائج التعداد كان ضرورية لإعداد الاستراتيجية استراتيجية تم توقع الاتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة الدولي الفارو وقطعنا نصف الشوطة غريبا نتأمل إن شاء الله نتائج الأولية ستكون قبل الشهر سبتمبر القادم وبالتالي نحن ماضين بشكل جيد مع البرنامج العام الخاص بهذه الاستراتيجية والإعداد لها بشكل جيد كما أكد معالي الدكتور أن الحكومة خصصت مبالغ إضافية لدعم المزارعين المتأثرين بالأنواء المناخية مشيرا إلى أن هذا العمل سينتهي بعد ستة أشهر كان في قرار متخذ أنه بتخفيف الوضع للمواطنين أصحاب المزارع وفي الفترة الأخيرة أيضا قامت الحكومة بتخصيص مبالغ إضافية وتم تشكيل فريق عمل لتقديم الدعم للمواطنين سيكون على شكل بيوت محمية على شكل أنظمة ري على شكل بعض المعدات مثل حرافات على شكل فسائل نخيل والفرق المفوض تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من اليوم فبالتالي نأمل أن تغطي المزارع التي تأثرت بالأنواء المناخية قضت محكمة الاستئناف في مسقط اليوم بسجن الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية 23 عاما وتغريمه 5 ملايين ريال وعزله من وظيفته مطلقا وذلك بعد إدانته في قضايا غسيل أموال ورشوة واستغلال المنصب المتعلقة بمشروع العطريات كما قررت المحكمة إدانة مستشار سابق في وزارة الاقتصاد الوطني الملغا ومدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع العطريات بجناية الرشوة في نفس القضية وقضت بسجنهما عشر سنوات وتغريمهما أربعة ملايين ريال عماني منهما وإبعاد الأخير من البلاد وقضت المحكمة بمصادرة ثمانية ملايين دولار أمريكي مجمدة في حسابات خارج السلطنة إلى خزينة الدولة وإلزام المحكمين بكافة المصاريف الجنائية رفضت السلطة الفلسطينية فكرة تمديد مفاوضات السلام الجارية حاليا مع الإسرائيليين لما بعد الموعد النهائي المقرر نهاية أبريل المقبل وقال كبير المفاوضين صائب عريقات أنه لا معنى لتمديدها إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في التنكر للقانون الدولي من جانب آخر أدانة السلطة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني إثر تطويق الجيش الإسرائيلي لمنزله برامالله وقصفه بصواريخ جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فاغتالت إسرائيل اليوم الشاب معتز وشحة من بلدة بيرزيت شمار رامالله وتعمدت قتل الشهيد بعدما حاصرت منزله وأخرجت جميع ساكنيه ومن ثم قصفت المنزل بعدة صواريخ ما أدى إلى هدم أجزاء منه واقتحمت المنزل المحاصر وسط إطلاق مكثف للرصاص وقامت قوات الاحتلال بتصفية الشهيد وشحة بدعوى أنه مطلوب لإسرائيل الحكومة الفلسطينية أدانت عملية الاغتيال معتبرة للاغتيال وما يوازيه من جرائم احتلالية يومية تقويضا لكافة الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام فيما تعالت الأصوات لدى القوى والفصائل الوطنية في رامالله بدعوة القيادة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات الدائرة مع إسرائيل ردا على جرائم الاغتيال أنا أعتقد أن هذه رسالة إسرائيلية واضحة لإفشال الجهود الأمريكية ولتقول للمجتمع الدولي بأنها اختارت الاحتلال ومصر على إبقاءه وإدامته وبأنها تسعى إلى تفجير وجرنة إلى دوامة من الفعل ورد الفعل وهذا هو المربع المفضل للحكومة الإسرائيلية ولكن بالحقيقة مطلوب موقف دولي واضح تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية ولما كثر الجدل حول الموعد النهائي للمفاوضات أعلن الفلسطينيون اليوم رفضهم المطلق لأي تمديد لموعد المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ما بعد نيسان المقبل وذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري قال بأن المفاوضات ستستمر لتسعة أشهر أخرى هو يشترط الاعتراب بيهودية الدولة مقبل اعترافه بدولة فلسطين التي نتحدث عنها بذات حدود مأقتة وبالتالي ما يتحدث عنها هي مناورة وألعيب من قبل نتنياهو وحكومته اليمينية مطرفة وهي هذه الحكومة التي أغلقت كل إمكاني الحديث عن مصار سياسي من خلال ما تواصله من بناء وتوسيع الاستمار الاستطاني بما فيه في مدينة القدس ومحاولة الحيلولة بوجهة نظارها من خلال فرض وقائع على التحقل دون إقامة الدولة الفلسطينية وفي إسرائيل تتعالى الأصوات التحذيرية للسلطة الفلسطينية في حال لجوئها إلى المؤسسات الدولية بعد انتهاء موعد المفاوضات في إبريل المقبل إلى حد وصل بإعداد إسرائيل لخطة انسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية نحن بالنسبة للمفاوضات ليست هدفاً المفاوضات وسيلة مش هدف للمفاوضات من أجل المفاوضات وبالتالي خلال الشهرين القادمات إذا لم يحقق شيء جدي فلن تمدد هذه المفاوضات إن استمرت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإن نجحت أو لا إلا أن لواقع الفلسطينيين حقيقة واحدة هي احتلال يتعدى كل الحدود راني عرية تلفزيون سلطانة عمان فلسطين حذر الرئيس الأوكرانية الموقعات ألكزندر تيرتشينوف روسيا من القيام بأي تحركات عسكرية خارج قاعدة سطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم قائلا إن أي تحرك من هذا النوع سيعتبر عدوانا يأتي ذلك وسط توترات شهدتها الجزيرة بعد استيلاء مسلحين موالين للروس لمباني حكومية وطردهم لموظفيها ترقب حذر بات يسود العلاقات الروسية الأوكرانية بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها كييف حيث وضعت موسكو طائراتها المقاتلة في حالة التأهب القتالية تنفيذاً لأوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء اختبار متكامل لجاهزية القوات المسلحة بالقرب من حدود أوكرانيا في الوقت الذي عرضت فيه روسيا الحماية على الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يكنوفيتش مجددة في الوقت نفسه تطميناتها على احترام إرادة الأوكرانيين تلك التطمينات الروسية سرعان ما تبخرت حسب رأي المواطنين الأوكرانيين إثر سيطرة مسلحين موالين لروسيا على مبنيي الحكومة الإقليمية والبرلمان في شبه جزيرة القرم الأوكرانية ورفعهم للعلم الروسي الأمر الذي عاد التوتر من جديد بين الجانبين تصريحات الإدارة الروسية لم تنجح في إقناع الرئيس الأوكراني الانتقالي لوكسندر تروشينوف الذي سارع إلى تحذير روسيا من مغبة أي تدخل فيما تشهده شبه جزيرة القرم من اضطرابات يهيب بالقيادة العسكرية للأسطول الروسي في البحر الأسود بأن أي تحركات عسكرية بما في ذلك الأسلحة خارج حدود هذه المنطقة سنعتبرها عدوانا عسكريا وتعد شبه جزيرة القرم المنطقة الوحيدة في أوكرانيا التي توجد بها أغلبية روسية عرقية وهي آخر معقل للمعارضة المناهضة للقيادة السياسية الجديدة في كييف بعد الإطاحة بالرئيس السابق ياناكوفيتش وفي بروكسل قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أندريس فوق راسموسن أن الناتو ليس لديه ما يدعو للقلق بشأنه مضيفا مع ذلك بأن الوقت ليس ملائما وخلال قمة لوزراء دفاع الحلف أكد راسموسن أن الجانب الروسي أوضح أن التدريبات ليس لها علاقة بالأحداث الجارية في أوكرانيا وضيفا أنه رغم ذلك فإنه من الواضح أن تصادف توقيت التدريبات مع الأحداث الجارية في أوكرانيا لا يساعد على تهديئة الأوضاع بين البلدين أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت أربعة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سول أن مدى كل صاروخ يقدر بنحو 200 كيلو متر مضيفا أنه لم يتضح ما إذا كان تم إطلاق الصواريخ في إطار مناورات عسكرية كورية شمالية وعادة ما يجري الجيش الكوري الشمالي تجارب لصواريخ قصيرة المدى تلقى انتقادات من سول وواشنطن التي تجريان حاليا مناورات عسكرية بحرية نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعنا فيها بعد الفاصل التقنيات الحديثة توفر الجهدة وترفع إنتاج صناعة السكر الأحمر التقليدية ببهلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو سيد سعد بن طارق يودع سفير قبرص السلطنة وأستراليا تبحثان التعاون في مجالات الأمن الغذاء والاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية أحكام بالسجن تصل إلى ثلاثة وعشرين عاما وبغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال في قضايا مشروع العطريات السلطة الفلسطينية تستبعد آية تمديد لمفاوضات السلام مع الإسرائيليين وشهيد فلسطيني في قصف لصواريخ الاحتلال على منزله التعاون في المجالات العسكرية بين السلطنة والولايات المتحدة كان محور لقاء الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيسي أركاني قوات السلطان المسلحة مع ماثيو سبينس نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي رئيس الجانب الأمريكي المشارك في اجتماع اللجنة العمانية الأمريكية المشتركة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا جرى خلال المقابلة كذلك تبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك واستعرض واستعرض اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي التعاون القائم بين الولايات المتحدة كما جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك تعد مشاريع الاستزراع السمكي من المشاريع الجديدة التي استشعر المواطن العماني أهميتها مؤخرا من هذا المنظور قام المواطن يعقوب الهاشمي من ولاية المضيبي بإنشاء مزراعة للاستزراع السمكي بجهود ذاتية متحدثا عن إقبال كبير من أهالي ولايته للاستفادة من تجربته الاستزراع السمكي بعيدا عن مياه البحر يعد فكرة رائدة تبناها الكثير من المزارعين العمانيين وقاموا بتنفيذها بمزارعهم في أحواض خصيصة لذلك المزارع يعقوب الهاشمي أحد المزارعين الذين استهوتهم الفكرة منذ سنوات مضت فترجمها إلى واقع ملموس في مزرعته بقرية السديرة بولاية المضيبي صراحة موجود تقريب 250 حب والنوعية يسميها أحد يسميه أخشام وأحد يسميه شعري هو نفس الشكل يعني هذا شكله شعري والأخشام نوعية واحدة وعجله زمان يعني مزمن يعني تقريبه خمس سنوات ونتأمل أن نجيب نوعية ثانية ونكثر هذه الأسماك ونسوي لها حيضان زيادة المشروع لا زال في بدايته إلا أن المزارع بإمكانياته المتواضعة بدأ في زيادة أعداد الأسماك وتكاثرها وسط آمال تراوده بالتساع المشروع وزيادة عدد الأحواض المستخدمة لذلك في ظل اهتمامه بالمشروع الذي أصبح مشروعا يلقى اهتماما من قبل المواطنين الذين تجدهم يستمعون لشرح واف من المزارع نعم صراحة أنت أسألتني عن تربية الأسماك نربي هذه الأسماك بمياه عذبة ونتأمل أن تكثر هذه الأسماك وكذلك لها طلب من المواطنين والمستهلكين يريدوا يشيلوا منها ويربيوا مثلنا نحن ونحن نشرح لهم ونداليهم أن الماء عذب الماء حلوك والحمد لله الماء يتغذى نسقيب الزراعة ويرد مرة ثانية ينترس الحوض ومن ينترس الحوض نسقيب الزراعة مرة ثانية مع كل تلك الجهود الفردية من قبل المزارع في مشروعه للاستزراع السمكي إلا أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية هي الأخرى مستمرة في مثل هذه المشاريع بهدف الارتقاء بها وشموليتها وتقديم الدعم لكل مزارع طموح لتبني أفكار جديدة مماثلة مشروع الاستزراع السمكي في قرية السديرة بولاية المضيب يعد من بين المشاريع الطموحة التي يسعى من خلالها المزارع العماني في هذه القرية لإبرازها للمستهلكين وحرصا منه على تنويع مصادر الدخل في جوانبه الزراعية والسمكية سعيد بن سيف الحبسي من قرية السديرة ولاية المضيب محافظة شمال الشرقية ومن مبادرات القطاع السمكي إلى المبادرات الزراعية حيث تمكن أحد مزارعي ولاية بهلا من إقامة محطة مصغرة لعصر قصب السكر وإنتاج السكر الأحمر استخدما في ذلك التقنيات الحديثة نعم وأكد المزارع أن تلك التقنيات وفرت له الجهد والوقت وساهمت في تقليل نسبة التلوث البيئي بالإضافة إلى توفير قيمة مضافة لمحصول مزرعته خاصة مع بدء موسم حصاد قصب السكر الأرض العمانية أرض غنية بالمنتوجات الزراعية وتنفرد بعض ولايات السلطنة بزراعة محاصيل ذات مردود غذائي واقتصادي وفير كمحصول قصب السكر الذي بات من المحاصيل التي تلقى اهتماما من مزارعي ولاية بهلا هذا هو موسم الحصاد لهذا المحصول والذي عادة ما يبدأ خلال الفترة من منتصف شهر فبراير وحتى بداية شهر إبريل ومع تنامي زيادة المساحة المزروعة قرر المزارع عبدالله الوردي إقامة مصنع أكثر تطورا لإنتاج السكر الأحمر المحلي المزارع العماني يحرص بنفسه على متابعة المحصول والحصاد حيث تبدأ المراحل بقطع عيدان القصب وتنظيفه من الورق والشوائب تقوم في المرقل يتبخر منه يطلع الماء يبقى السكر من بعد سكر يصلب السكر في المرقل هذا طلعنا وعقنا فوق بركانسمنت هذا تكفيف المدة يوم واحدة ثاني يوم نعبيه في ظروف ما لسعيف النخيل أما الآلات الحديثة في عمليات عصر القصب وإنضاج العصير حتى يتحول إلى اللون البني سهلت كثيرا على المزارعين وضاعفت من كميات الإنتاج وزارة الزراعة تدعم دعمت المزارع هذه بالمضلة ودعمت بالمعصرة هذه وإن شاء الله فيه دعم متواصل من المزارعين الآخرين ورايحين إن شاء الله نرفع مكترح للوزارة بدعم هذه المضخات اللي هو أدخل المزارع بنفسه ويتم إنضاج العصير في مراجل إسمنتية واسعة حيث يغلي العصير لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ومن ثم مرحلة التكفيف داخل برك مغلقة ويعبأ المنتج بداخل أظرف خاصة مصنوعة محليا من سعف النخيل ليتم بعد ذلك تسويقه ويدخل في الكثير من الصناعات الغذائية المحلية وفي مقدمتها صناعة الحلوى العمانية السكر فيه خواب الويد هذا أو البلولية عندك مغص ينخل لك شوية من هذا هذا الدواء بعد ذلك عندك حلوى العمانية أو بليل من سكر البيض هذا هي الأرض العمانية إذن يزداد عطاؤها كلما وجدت من يعطيها والمزارع العماني أثبت جيلا بعد جيل تمسكه بالأرض وبفلاحتها سعيد بنذيب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية بهلا احتفلت المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة ضفار بتكريم الأندية المشاركة في مسابقة الإبداع الشبابي على مستوى المحافظة تجتمل الحفل على تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في جميع مجالات المسابقة لكل ناد من أندية محافظة ضفار وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة في أربعة مجالات وهي المسرح والشعر والشطرنج والمسابقة الثقافية بالإضافة إلى تكريم لجان التحكيم لهذه الفعاليات والتي شاركت في الأنشطة الأربعة رعى فعاليات الحفل سعادة الشيخ سالم بن عفيت الشنفري رئيس بلدية ضفار في بادرة تهدف لغرس قيم العمل التطوعي نفذ معلم وطلبة مدرسة الخليل بن عبد الله للتعليم الأساسي في ولاية بدبد حملة تنظيف للأودية التي عادة ما تجذب السياحة للاستمتاع بطبيعتها وأكد مسؤول المدرسة أن البادرة جاءت لزرع القيم التطوعية عمليا للطلبة لتواكب ما اكتسبوه من المقرارات الدراسية أكثر من ستمائة من المعلمين والطلبة اشتركوا في فعاليات هذا اليوم من أجل الحفاظ على نظافة المكان هذه الرسالة قرسها مولانا حضر الصاحب الجلالة باستشعاره وآمره بالمسابقة التطوعية فهذه دليل على أن هذا التطوع هو تعاون هو يحث عليه الدين ويحث عليه الحس الوطني لكل مواطن فهو التكافل هو العمل الخيري اللي ممكن أي واحد يقوم فيه غرس قيم ومبادئ العمل التطوعي في نفوس الطلبة وإبراز جماليات الأماكن السياحية بالولاية وتهيئتها لاستقبال السياح أهم ما هدفت إليه الفعالية من خلال الأعمال المتنوعة التي اجتملت على تنظيف أودية الولاية والتخلص من المخلفات الزراعية جاءت الفكرة أن نزرع هذه القيمة من خلال ممارسة عملية وليست من جانب نظري يقرأه الطالب في المقرر الدراسي فتم التنسيق مع مكتب سعالة الوالي الولاية ومكتب دائرة الخدمات الصحية وبلدية بدبد والإخوة في المجلس البلدي من أجل إقامة حملة عمل تطوعي تحقق عدة أهدف الهدف الأول عملية حملة نظافة أشبه ما تقوم بحملة نظافة لأماكن يرتادها كثير من السياح نحن طبعا قينا بدمس ما ضمنا تشكيلة كاملة بدرس الخليبنا عبد الله لقيام بعمل تطوعي بداية قدوة لبعض الناس في السلطانة عمان وخاصة أن نحن نعمل لمسة قمالية لهذا الوادي وخلال تنظيفه وذلك اللي يعني في النهاية نستفيدنا ونستفيد يستفيد الناس الثانين اللي يقوم بعدنا هذه الفعالية أظهرت تكاتف جميع مؤسسات المجتمع فاشتركت بفعالية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها كبلدية بدبد ومكتب الخدمات الصحية ومكتب والي بدبد هكذا تمارس المدرسة دورها في تنمية قيم العمل التطوعي لدى الناشئة وقد اجتمع هؤلاء الطلب اليوم للقيام بهذه الأعمال ولسان حالهم يقول كلنا نعمل من أجل عمان إبراهيم بن ناصر رواحي محافظة الداخلية ولاية بدبد وننتقل الآن إلى هم الأخبار الاقتصادية مع الزميل علي صعب النشر الاقتصادية برعاية أنا أقدم لعائلتي دائماً دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلالي الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي شكراً لكم إبراهيم وعيد على جميل ما جئتم به وأهلاً بكم مشاهدين إلى الموجز الاقتصادي والبداية من أبرز العنوي مواشر سوق مسقط للأوراق المالية ينهي جلسات الأسبوع على ارتفاع أهلاً بكم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اختتمت البرنامج التدريبي ريادة الأعمال والتميز في خدمة المراجعين حيث شهد البرنامج مشاركة 60 موظفاً من القطاع الحكومي برنامج ريادة الأعمال والتميز في خدمة المراجعين ثمرة من ثمارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتم بتدريب وتأهيل موظفي القطاع الحكومي من دوي العلاقة والتعامل مع القطاع الخاص حدمة المراجعين مرتبطة ارتباط وثيق بالمهارات الاتصال بحيث أن نكون قادرين على إيصال رسالة مؤسساتنا ومنظماتنا للمراجع تعزيز فكر ريادة الأعمال والإدراك الكامل لمعنى مفهوم الريادة ومعرفة المفاهيم والممارسات الحديثة في مجال خدمة المراجعين والعمل أهداف سعى البرنامج وعلى مدى خمسة أيام إلى تحقيقها الاستفادة كانت استفادة ممتازة جداً من خصوص الريادة وتعرفنا على مفهوم الريادة في العمل والتعامل مع المراقع كما مكن البرنامج المشاركين من الاطلاع على المقاييس العالمية في مجال خدمة المراجعين وتطوير فن التعامل مع الأنماط المختلفة من المراجعين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم أثناء خدمة العملاء وباحترافية البرنامج طرح بعض التقارب بالنسبة لكيفية خدمة العملاء باستغناء عن الطرق التقليدية المتعارفة عليها سابقاً ورقية واستعرض بعض التقارب الإلكترونية متزامنة مع تطلبات العصر الحليف حيث المعاملة تنكز بأسرع وقت ممكن من أجل وصول لخدمة العملاء متميزة تنوعت أشكال التدريس والتدريب في البرنامج بين المسابقات وأسئلة الذكاء وعرض حالات للتعامل الجيد مع العملاء لتصب في مجملها في مصلحة القطاعين العام والخاص وهي خطة تسعى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تنفيذها عبر مراحل ولا نزال نتابع أخبارنا المحلية فبقيادة القطاع المالي والشركات أنهى مؤشر سوق مصقط للأوراق المالية أنهى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغ 11 نقطة وبحجم تداول بلغ 14 مليون ريال من خلال تداولات تجاوزت 32 مليون سهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم إلى حركة التداول في سوق مصقط للأوراق المالية أنهى مؤشر سوق مصقط للأوراق المالية جلساته الأسبوعية على ارتفاع بمقدار 11 نقطة وبنسبة 0.16% مؤشر سوق مصقط وصل عند الإغلاق إلى مستوى 7113 نقطة بالنسبة لقيمة التداول فهناك نشاط أيضا في أحجام وقيم التداول اليوم حيث سجلت قيمة التداول ارتفاع بنسبة 46% بعد أن بلغت 14 مليون 351 ألف ريال فيما تم التداول بأكثر من 32 مليون سهم وتنفيذ 2247 صفقة على صعيد القطاعات الرئيسية شهدت القطاعات الرئيسية اليوم تباينا في الأداء حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بأقل من نقطتين إلى مستوى 8387 نقطة أما مؤشر القطاع الصناعة فقد شهدت تلاجعا ب27 نقطة إلى مستوى 10868 نقطة فيما ارتفع أيضا مؤشر الخدمات بـ 8.31 نقطة أغلق عند 3810 نقاط الشركات الأكثر نشاطا في عدد الأسهم المتداولة تصدرها في ختام جلسات الأسبوع سهم الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار بعد أن تداول المستثمرون بأكثر من 7 ملايين و 500 ألف سهم لسهم الشركة وأغلق سعر السهم الشركة عند 300 بيسة أما بالنسبة للشركات الأكثر تداولا في القيمة فقد تصدرها سهم بنك مسقطة بقيمة جاوزت المليونين و 300 ألف ريال وأغلق سعر سهم البنك عند 680 بيسة شهد سوق مسقطة الأوراق المالية اليوم تداول أسهم 58 شركة ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وتصدر الارتفاعات سهم شركة حلويات عمان مرتفعا بأكثر من 8% أغلق عند رياله 145 بيسة يليف الارتفاع سهم الشركة المتحدة للطاقة مرتفعا بأكثر من 5% أقفل عند رياله 755 بيسة هناك ارتفاع لسهم شركة الباطنة للتنمية والاستثمار بـ 2.70% ليرتفع إلى 752 بيسة وكذلك الصعود لسهم شركة صحال للطاقة بـ 2.49% بعد أن وصل إلى سعر 3 ريالات و700 بيسة سهم الشركة الخليجية لخدمات الازثمار شهد ارتفاع ما يقارب من 2% أغلق عند 300 بيسة سوق مسقطة أيضا شهدت تراجع اليوم أسعار أسهم 18 شركة وتصدرها في الانخفاض سهم شركة الخليجة الدولية للكيمويات متراجعا بأكثر من 2% ليتراجع إلى سعر 263 بيسة يليف الانخفاض سهم شركة الحسن الهندسية بـ 2.08% تراجع إلى سعر 235 بيسة هناك أيضا انخفاض لسهم شركة مطاحا وصلالة بـ 1.76% أقفل عند ريال و500 بيسة وكذلك تراجع لسهم شركة الشرقية لسيثمار القابضة بـ 1.67% ليتراجع سعر سهم الشركة عند 295 بيسة أخيرا سهم شركة صناعة مواد البناء شهد تراجع بـ 1.52% ليتراجع إلى سعر 65 بيسة في الختام مع عزيزي المشاهدين أشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء وضمن أخبارنا العالمية مشاهدين اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما استثمار ثلاثة مليارات دولار في البنى التحتية العامة لبلاده آملا في أن ينشط ذلك من معدلات النمو والتوظيف وقال الرئيس الأمريكي لدى افتتاحه مستودع قطارات مجددة في مينيسوتا إن خطته التي أعلنها سابقا لدعم قطاع النقل بقروض تقدر بـ 600 مليون دولار نجحت في تحقيق تراجع لمستوى البطالة إلى 6.6% من الشريحة العاملة في يناير الماضي مقابل 10% في وقت الأزمة ويطالب أوباما منذ عوام من الكونغرس إعداد ميزانية مهمة للبنى التحتية خصوصا النقل العام واقتراح تمويل الخطة الجديدة بمبلغ 3 مليارات دولار على أن يكون نصفه من الضرائب على الشركات بعد مبيعات فاقد توقعاتها العام الماضي قررت شركة طيران العملاقة إيرباس زيادة إنتاجها الشهري من الطائرات لتقترب من حاجز الخمسين طائرة تعتزم إيرباس زيادة إنتاجها بمقدار أربعة طائرات شهريا لتصل إلى 46 الطائرة خاصة بعد أن فقت شركات الطائرات في مبيعاتها خلال عام 2013 في المقام الأول يجب التأكد من أن بمقدورنا تسليم الطائرة A350 بنهاية العام ونحن في الطريق إلى ذلك ولقد قررنا زيادة الإنتاج إلى 46 طائرة حتى نكون مستعدين للوفاء بالاحتياجات لذا فنحن مجغولون بما يكفيه وتقل إيرباس بهذا المعدل المعلن عن المعدل المستهدف لمنافساتها اللادودي بوينغ بطائرة واحدة وضمنت إيرباس طلبية شراء طائرة بلغت أكثر من 1600 طائرة في المجمل قلال عام 2013 لتزيد بذلك عن توقعاتها المستهدفة بنحو 400 طائرة من بيني طلبيات تغطي العامين المقبلين لشراء طائرتها من طراز A380 وساعدت قوة المبيعات على دفع أرباح عملاقة صناعة الطائرات الأوروبية لتفوق التوقعات قليلا مسجلة ارتفاع بنسبة 21% في صاف دخلها رغم الغرامة التي تكبدتها والبالغة نصف مليار يورو تقريبا للتأخر في برنامجها لطائرة A350 وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5% لتصل إلى 60 مليار يورو تقريبا رغم خفض الموازنات العسكرية لبعض الدول خاصة في الولايات المتحدة الأمر الذي ما زال يمثل قلقا لإيرباس وتواجه الشركة احتمالية حدوث هبوط حاجم في عمليات التسليم بدءا من عام 2016 في ظل عدم وجود طرازات جديدة قيد التصميم بها ومن هذا الخبر عن الطيران نركب نحن أيضا الطائرة ذهابا إلى ولاية طاقة للتعرف إلى حسن طاقة مع الزملاء عيدا وإبراهيم أما الموجهز الاقتصادي فقد انتهت النشر الاقتصادية برعاية أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلالي الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي الصفاء شكرا علي حسن طاقة بطرازه المعماري الفريد يجمع بين أصالة الماضي وروح المعاصرة التي تتدفق بناء حديثا في وسط المدينة الحسن كان شاهدا على أحداث تاريخية شهدتها محافظة ظفار وهو أيضا شاهد على نهضة عمان الحديثة التي امتدت لتعيد إلى الحصن بريقه وروعته حسن طاقة أحد المعالم التاريخية والسياحية في ولاية طاقة حيث يقدر عمره بأكثر من 130 عاما وهو مقصد سياحي للعديد من الأفواج السياحية على مدار العام الحصن جميل جدا وخاصة ما يحتوي من معالم أثرية بالإضافة إلى التصميم الموجودة على المناظر والجدران واعجبني كثيرا المكان الذي كان مخصصا لجلوس الوالي قديما كما شدني التراث القديم الموجود بين جنبات الحصن يتميز حسن طاقة بوجوده في وسط ولاية طاقة القديمة كما يتميز باحتوائه على ماثورات ومعروضات حرفية من مختلف البيئات البحرية والريفية والبادية مع لوحات تعريفية في كل ركن من أركان الحصن الشامخ أنا من سويسر هذه زيارتي الأولى لسلطنة عمان إن بهرت بما يحتوي الحصن من أثار ومقتنيات مختلفة وكأنه قرية متكاملة مدارس الولاية هي بدورها تنظم زيارات لهذا المعلم التراثي ليتعرف الجيل الجديد على تراث الآباء والأجداد توافد على حسن طاقها العام الماضي ما يقرب من 15 ألف زائر ومن المؤمل أن يزداد هذا العدد في السنوات المقبلة لتلفزيون سلطنة عمان محمد البخيت الشحري ولاية طاقة في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد سعد بن طارق يودع سفير قبرص السلطنة وأستراليا تبحثان التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية أحكام بالسجن تصل إلى 23 عاما وبغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال في قضايا مشروع العطريات السلطة الفلسطينية تستبعد أي تمديد لمفاوضات السلام مع الإسرائيليين وشهيد فلسطيني في قصف لصواريخ الاحتلال على منزله أشكركم على حسن المتابعة نشرتنا القادمة في الواحدة صباحا بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة